بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي لهاشمي الأمين وبعد أخواتي وأخواني المواطنين الأعزاء أهنئكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك سائلاً المولى تعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا جميعاً وعلى الأمتين العربية والإسلامية وبهذه المناسبة أرفع إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بابن الحسين المعظم حفظه الله أصدق آيات التهنئة والتبريك طارعين إلى الله أن يعيده على الأسرة الأردنية الواحدة بالخير واليمني والبركات يقبل علينا شهر رمضان هذا العام في ظل ظروف استثنائية يشهد فيها العالم أجمع وباء خبيثاً استشرى وكبد الإنسانية جمعاء خسائر هائلة اقتصادية وبشرية استهلك أنظمة الصحة بأكملها ولكننا بحمد الله نعيش معاً تحت ظل الراية الهاشمية المضفرة أجواء احتواء هذا الوباء في مركب يقود دفته سليل الدوحة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله وبالتوجيهاته المباشرة ومتابعته المستمرة والحثيثة لأن نضع صحة المواطن وسلامته في صدارة أولوياتنا في ظل هذه الظروف تتجلى قيم شهر رمضان الفضيل فكما تعلمون الغاية من الشهر الكريم ليس الجوع والعطش بل تذكر نعم الله عز وجل وتهديب النفوس والأرواح واللسان والصبر على الشدائد وتحمل المشقة والتحلي بروح الأخوة والتكافل والتآخي ومد يد العون إلى الضعيف والمحتاج دون منة أو استعلاء هذه القيم جسدها الأردنيون بأبهى صورها خلال هذه الأزمة وكم نحن بحاجة إلى تكريسها خلال هذا الشهر الفضيل لتكون ثابتا من ثوابتنا ولنكون مثالا في العمل الصالح على مدار العام ونجتهد كمجتمع بكل مكوناته الطيبة بأعمال البر والخير والإحسان أخواتي وأخواني لقد علمتنا جائحة الكورونا دروسا عديدة اذ زرعت فينا روح التحدي والتصميم والإنجاز وتحمل المشاق وعبرت عن حالة وطنية جامعة وعن عزم كبير بأن تستمر وتيرة الإنجازات على كل الصعود الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وأن يكون للأردن دور فاعد في محيطه العربي والدولي وخصوصا في تقديم المساعدة عالميا في مجال الرعاية الصحية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية إن الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم تتطلب قرارات استثنائية تسعى إلى التكيف المرحل والتكافل فيما بيننا والمرونة والقدرة على التأقلم من خلال تقييم أداءنا لنرى أين نجحنا وأين أخفقنا بعين ناقدة متفتحة ومدققة في كل التفاصيل لقد بدأنا والحمد لله مبكرا واتخذنا حتى الآن مائتين وأربعين قرارا يتعلق بالجوانب الصحية والتعليمية والاقتصادية والتنظيمية والحماية الاجتماعية وقد قدمنا نموذجا يحتذا في العديد من دول العالم وبدأنا الآن مرحلة التخطيط للوصول إلى التعافي وتعزيز المنعة والاعتماد على الذات في الغذاء والدواء والتصنيع والريادة والإبداع وسنستمر معا بقيادة جلال السيدنا حفظه الله ليتعافى وطن الغالي ويصبح أكثر منعة وفو أخاطبكم من القلب إلى القلب وأعلم أننا عانينا جميعا في سبيل الحفاظ على الوطن سالما معافا بعيدا عن الوباء ونعلم حجم الظروف والتضحيات والوضع المعيشي الصعب وما زلنا نراهن على وعيكم والتزامكم خلال المرحلة المقبلة ففي هذا العام سنضطر للتخلي عن بعض التقاليد الاجتماعية الرمضانية المحببة ولكن ندرك تماما وكلكم تدركون أن نجاحنا مرهون باستمرارنا إلى الأمام واستمرارنا بالالتزام والعمل معا والشراكة والتكامل فيما بيننا كفريق واحد وبإرادتنا على تذليل الصعوبات والأهم أن نحافظ على شعلة التفاؤل التي ستنير لنا طريق المستقبل إن شاء الله رمضان مبارك علينا جميعا اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام هلال خير ورشد وبركة وكل عام أنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا